يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب الله له بها ألف حسنة ويحط عنه بها ألف خطيئة صحيح الإمام الألبني في الجامعة التسبيح صيغ كثير يعني منها سبحان الله بحمده دي صيغة للتسبيح وصيغة تانية سبحان الله العظيم وبحمده وكمان التسبيح من أسكار الصباح والمساء يعني اللي يقدر يقول كل يوم صباحا مئة مرة سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد خيرا مما قال إلا واحد زاد عنه يوم القيامة يعني دي التسبيح عدده مفتوح مش مقيد بعدد عشان في أسكار مقيدة بعدد زي أعوز بكلمات الله التمات ومن شر ما خلق ثلاث مرات مساء دي مقيدة بعدد زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم ثلاث مرات صباحا وثلاث مساء دي المقيدين بعدد أما التسبيح ليس مقيد بعدد كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقيدة بعدد كذلك الاستغفار ليس مقيدة بعدد والاستغفار استغفر الله واتوب إليه أو اللهم اغفر لي وارحمني واتوب علي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة الحديث صحيح عند الإمام الألبني في الجامعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعست لأتم من مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في مزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق إلى حديث صحيح عند الإمام الترمزي وعند الإمام الألباني